أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن مسار العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة تشهد تطورا ملموسا في جميع مجالات التعاون المشترك جاء ذلك في كلمة لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أثناء مشاركته مساء أمس في حفل العشاء السنوي الذي أقامته جمعية الصداقة البحرينية البريطانية وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الخارجية للمملكة المتحدة حيث نوها معالي بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما وصلت إليه من تقدم ونماء في مختلف المجالات بعد أكثر من مئتي عام من الصداقة والعمل المشترك شهدت خلالها هذه العلاقات تطورات مهمة على مختلف الأصعداء السياسية والاقتصادية والعسكرية وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن زيارة صاحب السمو والملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة لمملكة البحرين والطلاع ثموه على المجتمع البحريني وما يتسم به من تنوع وتعدد وما يميزه من تسامح وتعايش بين كافة مكوناته كانت فرصة إضافية لدعم العلاقات العاريقة بين البلدين وداعمة لهذه المسيرة الطويلة من العلاقات المتميزة وأعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن تطلعه لزيارة فقمة السيدة ريزمي رئيسة وزراء المملكة المتحدة إلى مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر المقبل والتي تؤكد القيمة الاستراتيجية التي تمثلها العلاقات الثنائية للبلدين وتعكس العزم والإصرار المشترك على تعزيزها وفتح المزيد من أفاق التعاون على كافة الأصعدة وأشهد معالي وزير الخارجية بدور جمعية الصداقة البحرينية البريطانية في تقوية أواصر العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة متمنيا لها دوام التوفيق فيما تقوم به من أنشطة متنوعة تهدف إلى توثيق علاقات أعضاء الجمعية بمملكة البحرين على المستويين الشعبي والرسمي من جانبه أكد ساعدة سيد توبايس ألود وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط على قوة وتنوع العلاقات المتميزة والوطيدة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين منويها بما تحققه هذه العلاقات من تطور مستمر على كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر